استقبل سبو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب في مكتبه بقصر الأقضابية اليوم السيد فهد عبدالله الزامل رئيس مجلس أوناء الجامعة الملكية للبنات الذي قدم لسبوه السيد توماس فيلهرتي رئيس مجلس إدارة جامعة وستفرجينيا الأمريكية والدكتور جورد جي رئيس الجامعة وعدد من البسؤولين وفي بداية اللقاء رحب سموه بوفد الجامعة مشيدا بمستوى التعاون القائم بين جامعة وستفرجينيا والجامعة الملكية للبنات خاصة ما يتعلق بالمجالات البحثية والاستفادة من خبرات الجامعة التي تمتاز بتعليم عالي الجودة معتبرا سموه أن هذه الشراكة والتعاون القائم بين الجامعتين يعزز مساعي مملكة البحرين في تطوير التعليم العالي المبني على الخبرات العالمية والدراسات البحثية وقد أطلع رئيس مجلس أمناء الجامعة الملكية للبنات ورئيس مجلس إدارة جامعة وستفرجينيا الأمريكية أطلع سموه على مجالات التعاون القائمة بين الجامعتين حيث ستقوم جامعة وستفرجينيا لأول مرة بتقديم برامجها خارج الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الجامعة الملكية للبنات ابتداء من العام القادم والتي تشمل مجالات الهندسة والطاقة والبيئة وفق شراكة استراتيجية بين الجامعتين أحد أبرز الموضوعات التي تم منقشتها خلال اللقاء هو خلق شراكة إقليمية بين جامعة وستفرجينيا والجامعة الملكية للبنات بحيث ستكون البحرين وتحديدا من خلال الجامعة الملكية للبنات الشريكة التعليمية الرئيس في منطقة الشرق الأوسط لاستطلاع الأفكار والفرص التي من الممكن أن تكون متاحة في المنطقة ستكون متخلال البحرين